السلام عليكم ورحبا بكم في قناة غوثات ثانية اليوم سوف نجد معكم واحدة الوصفة رائعة كبير والصغير الفلافل بالحمص او الفلافل الشامية واحد الوصفة رائعة رائعة تقوم معي حتى الاخير وتشوفوا المقادير هذا المقادير سوف نحتاجه معلقة او جمع كبيرة ديال القصبور ريابس مطحون معلقة كبيرة ديال الكامون معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة صغيرة او كبيرة ديال بيكابونات او دل الخمار احمراء معلقة كبيرة ديال الضقيق نحن نحمص على حسب عدد افراد العائلة وعدنا واحدة نصف بصلة ناخدو داك الحمص نديروه في الهاشوار نضيفه من المكونات التي هي الربيع والبصلة والربع ديال بصلة نضيف المكونات الاخرى ما عادة الخمارة حتى نضيف جميع المكونات الان لا تظهروا لذلك الان لا تتبقى يحب حياة صينة نضيفه نضيفه الطحين نضيف بيكاربونات خمار احمراء ثم نرى ماذا يبقى في الماء او لا لا لان منين كنت نطحنهم اضفت واحد القيام الماء لكي يساعدني الهشور على ان ينطحنهم ثم نضيف تقريبا اضفت جوجين مع القليل حتى نرى انها قدر انا تجمع معي ونبقى في الماء بثاف ثم نضيفها على الشكل التالي ننطحن كاملين بهذه الطريقة يكونوا في نفس الحجم تقريبا ونبسطهم تقريبا بشكل المعقودة وانا من قبل ان اضفت الزيت انها تصخن على ما نوجدهم ستجدني ساهل دكسة نسخنوا النار او الزيت على نار عالية من بعد نضيفهم في الزيت ونقصوا العافية حتى يتقلوا الى خاطرهم نشوفهم يتحمروا بعضنا نقربهم شيء اخر بعدما تتحمروا نقصوا ونفوح كمينة الورق ويشربوا زد ونشربوا زد ونطلقه مع شكل نهائي وفلافليون يأتي على هذه الشكلة المدق القصور يابس مع الحمص ومكونات الأخرى يتعطي المزيج رائع ومدق رائع بشكل الحم بشكل الحم ممكن إيجاد قرائع ونحن نتمنى أنها تكون عجبتكم نصفة اليوم إلى فيديو قادم إن شاء الله سأخبركم على خير